فراولة وبرطقان ورمان وحاجات كتير بتظهر بس في الشتاء شخصيا أنا عائلتي بتفتقد جدا الفراولة في الصيف فبنحاول بقى في الحلقة دية باستباحها ان احنا نوظف الحاجات اللي موجودة عندنا في الشتاء في أطباقنا ونعمل حاجات مختلفة تعجبكوا شاء الله تعجبكوا فاصل مش بتقوليها بثقة ليلا لا أصلا بتبقى حلوة يعني احنا بندوق وبتبقى حلوة فعلا يعني انت بقى تجربوا شاء الله تطلع حلوة شوف علي حيعمل لنا حاجة بردك بفكة الشتاء هتعملها عليك ان شاء الله هنعمل موز كرامل تمام وكاسات فراولة وكاسات رمان حلوة طيب هنبدأ اول حاجة بالايه بقى؟ هنبدأ اول حاجة بالموز كرامل طيب ماشي اوكي نفتح النار بقى ان شاء الله انت حفظت البوتجاز مش كده ولا ايه؟ لا لف واضغط ايوة كده تمام اجيب لك الموز هنقطعه هنجيب السكر الاول تمام اه عشان كرامل والزبدة موز بالكرامل ولا كان المز في الاخ موز بالكرامل ولا كان المز لا موز بالكرامل هنجيب السكر يعني اديك كده؟ تقريبا مية جرام سكر معلقة مية بس عشان تعمل السوس بتاع الكرامل اه مصدق انه قبل ما اشتغل في البرنامج ده انه كنت اشعر في الكراميل عبراء انا افكر و امال كان عبران يتفكر هو نحته و اه لا 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 معقول لهذه الدرجة اه و هنحطه نصف اللمونة اوكي اه انا انا ما ما بحطش دي بقى اتصدق فجو اللمون في الكراميل دي دكة من عدة انا هعرف منك بقى اتباع نصف اللمونة اوكي نقلبه نا هو زي ما ما هو ما بتقلبش. هو ما يتقلب. طب تيجي انت تقطع الموز وانا هاقف على الكراميل? ماشي. ماشي. اوكي. نجيب الموز كده نقشروه. طبعا الموز اللي موجود عندنا مش مشكلة لو فضل الموز عندنا بنستخدمه في الكراميل بطعمه جامل. حلو يعني. تمام. قطع الموز. اوكي. حلوة لأسماع اوكي. نقصي بانباهر قوي بموضوع التقطيع. لا دا 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 بتبقى خبرة وحاجة. شفات الجرمج كمان بتلاقيهم مسكين سكاكين رفايعة كده. دا عشان النحت برضو. وصدام في النحت والتشكيل سواء تلج قرع بطيخ. لازم بيبع فيه حرفة شوية بها في مسكت السكينة ازاي. طب فاكرة الشتا. ايه الحاجة اللي ممكن تعمل فيها نحت. فاكرة الشتا اللي ممكن نعمل فيها ممكن البرتقال ابسط انوه خالص ناخده بشكل جمالي كده. واجه كده نقسمها على مصيل. ايه. ونقسمها زالزان فصوص بالقشر. تمام. مش نحت بقى حاجة جمالية بس كده بس. والكنتالوب بردو. اه لأ الكنتالوب طبعا بحاجة حسية. اه. والاناناس برضو. والاناناس السليم برضو ببقى جميل. اه. حاجات كتيرة موجودة. كده احنا قطعنا الموس. اوكي. نسيب الكرميلة لما تستوي. طيب نشتغل في الكسات بتاعتنا. نشتغل في الكسات بتاعتنا. هنعمل واحد اه فراولة. وهنعمل واحد رمان. تمام. هتجيب شوية فراولة. يعني. معلقة صغيرة. بسيط خالص. نجيب الفراولة. الاطفال بيحبوا الفراولة دايما والكريمة. لا واللون الاحمر مع الافيض بتبقى جميلة. خطوا شوية كريمة. عشان محلش يزعل اهلي وزمالك. خطش يزعل. ماشي. قبس الزمالك فوق. لا وحتلاقي الاحمر دلواز زالة. فراولة. خطلنا فراولة بقى عشان الاهلي بقى فوق. خلاص كده الاهلي خلاص كده. خط ايه بقى فوق. كريمة برضو. الله ما فقدت على فوق حاجة دانية. عندكش كريمة حمره عشان ما يزعلوش. اقلب الكرامل. الكرامل ما بتتقلبش. هي تسبيها زي ما هي كده. اوكي. اول ما تاخد اللون الذهبي. هي بدأت تاخد في الحروف اه. اه. طبعا احنا عندنا بورتقان وعندنا كريمة فريش. اوكي. وعندنا زبدة. تمام. هنحطهم اول ان شاء الله من الكرامل لا تخدمها. الله ده طعم جديد للكرامل. اه. اوكي. طبعا البنانة كرامل او الموس كرامل ده. ده الكرامل محصر الفراولة. جميل. الكريمة محصرة الفراولة. اصدق ايه? اصدق ايه? اصدق ايه? اصدق ايه? اه. اقلبي ببقى. تمام. ونحط ايه سنة كريمة او سنة زبدة. زبدة اوكي. عشان يدوب على طول. اه. وشوية عصير بورتقان. ده ايه الكلام الجميل ده? حلوة قوي. ده سيني. سيني ايوة. عشان كده البرتقان ده. تقليد يعني او ايه? ايه? تقليد اصدق? نا هو الاصلي. ده ايه? ونحط الموس زي ما انت. حلوة قوي. فكرة جديدة للكرامل. بالظبط. طب هو يفضل على النار لغاية ملموس كله ويتغلف بالكرامل نفسه? اه. ولا يدوب? لا هو يعني ايه دقايق بس. اوكي. وحلاص كده اه. وبتوطي بقى اشاف ولا بتخليه عالي? نا عادي. هو خلاص كده استوى. هو خلاص كده استوى. اه. تمام. ما تنسيش انك لابس احمر هرجع اقول لك تاني. انا لابس احمر اهو. شفت? انت تربيضة بيضة. لا 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 بص. ما تنسيش ان الكريمة بيضة. واطباق حمراء. يا كريم بص انت محاصر. انتي انتي ايه اللي جابت ناحية الاحمر. انتي فوق انت عند الاتحاد. لا. انا. انا بالنادي الاحمر. بالنادي الاهلي. شجعوا الاتحاد. نعمل برضو خاص. اه شاف علي. لا واحد من اسماعيلية. وميشجع الاهلي. طبعا. الان الحديد. شد عن اسماعيل. ليحب الكرة. اه بزرطة جدا. اه بزرطة جدا. وهنعمل برضو كاس بالرمان. اه. الفاكهة دي موجودة في الشتاء موجودة دايما عندنا وبافرة. بالسوق. نستغلها عندنا ضيوف. لا وفعلا الكاس شكله حلو جدا وبسيط قوي يعني. وايس كريمة برضو. ام. انت مفيش فاكهة في الشتاء غير لما تكون حمرة. دون الحب بقى. لا وفعلا هو الفالنتين بيجي في ايه فبراير. اه. والفاكهة برضو. بطع برضو. بطع برضو. بطع برضو. تمام. نوفمبر بقى. كاسب تبقى مثلا اه اللي هي جبنة كريمة مثلا يا شيف. اه. كطعم تاني. اه. 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 تمشي يعني ايه. احط لها مسلا اه. شوية جبنة. ايه. واضراوها مع الكريم شانتي. تمام. وتتعمل كده في الكاس برضو. هل بقى. طب خلصتنا بقى الكاس ده ودينا. انت عايز الكاس ده? عادر. هطلعك بس ايه? ما علي؟ انا عايز الكاس اللي فيه روض. اه. اوكي. شوف محمد هو اللي هياخد الكاس اللي فيه الفراوس. طبعا ما هلاو. ما هو خلق. ما ابيض يعني. مرسل روما نبيض يعني. يعني. برضو شجأ اهلي زمالك بس ندرش السامع لول احمر. اه. اه. ده حاجة طبيعية. حلوة قول بدل السودا اللي انت لابسها ده. اما انا خلاص انا سمسل مع شد دور مصري. انا بده اشجع رجال مدريد خلاص. سبت الدور مصري. ممكن نضيهم الكسات يدقوا أستميدك يا نرمين تفضلوا مرسي 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 والمعالق تفضل شاف نور رأينا بصراحة أم لا هتزعلها لا لازم هتقوم اوكي تفضل هذا البرنامج كرمال كما أنتم شايفين هو يفضل السوس فيه ممكن لو أريد أزود موز أزود موجود السوس موجود معي مرعبة كريمة سكرها مضبوط والقوان بتاعها والموز حلوة كمان وبعدين الموز كمان صيف شتاء موجود ولو في حاجة مثلا نستود زيادة عندنا بنعملها بالسوس برضو ممكن أعمل السوس ده وأحطه موجود عندي أجاهز يدوب يعني أسخنه مع الموز وأقدمه انت برضو هتضرب عليك كريمة؟ لا بس كده هو انتهت؟ هو ممكن ده مثلا نقدم جنبه مثلا ايس كريم بما أنك بتقول أنه صيني مثلا بس الكريمة تخليه مسكر بقى قوي زيادة لا كريمة هو يتاكل سوخ لك كريمة لو حطتنا عن كريمة كريمة هو عايز الطعم الكراميل بسيط ما ياخدش من طعم الكريمة هو واخد كريمة واخد عصير برتقان يعني طعمه متشمع اه اه ده اختراع الجديد وسهل وبسيط نعمة وقوية وكلها حنا طبق الأحمر جايلك برضو في طبق تاني لسه؟ لا طبق اللحمة أنت بتعلم كريمة اه بيتعلم عليك يا عام مدير القناة اللي هو على فترة يلبي صابية لا والله برضو دوق كده طب ده حاجة هنقعد معا نغيره ودماغه عايز اقولك أنه هتنسى تحكي عليها بس طعمه زي البلح زي البلح؟ طعمه عامل زي البلح الأمهات لا بس تجميع بلح بس حلو جدا تست جميل جدا اه انت لو عايز تاكل بلح 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 حلوة الطريقة سهلة طيب احنا كده شيف عملت لنا الكسات اللي بالفراولة والكسات اللي بالرمان برضو استخدمت لنا نوعين من فاكة الشتاء هل ممكن الكسات دي تتعامل بالبرتقان؟ اه مع الكريمة برضو؟ مع الكريمة ممكن اضرب عصير البرتقان مع الكريمة اه مركان الحليب تمام هحط عصير البرتقان وازين بها زي نفس الفكرة اه يعني الفكرة ان احنا فاكة الشتاء ممكن نوظفها بكذا شكل شيف علي عمل لنا كسات رمان وكسات فراولة عندنا كمان في الشتاء البرتقان ممكن يتعامل بنفس الفكرة وقال لكم على فكرة كريمة حلوة قوي والموز طعم مجامد جدا انا مستنيا هروح اضوقه دلوقتي في الفاصل هنطلع فاصل في فكهة الشتاء بطبق جديد بقى